السلام عليكم كيف حالكم طلبة الصف الثالث؟ معكم المعلمة فرح خريسات من مدارس الهدي المحمدي اليوم سنأخذ الدرس الثاني من وحدة الهندسة وهو بعنوان المجسمات اثنان ولكن قبل أن نبدأ بالدارس تعالوا نتعرف سويا إلى أهداف هذه الحصة يتوقع منك عزيز الطالب أولا أن يتعرف الطالب إلى مفهوم المجسمات ثانيا أن يفرق بين المكعب ومتواز المستطيلات ثالثا أن يسمي الطالب المجسبات بأسمائها الصحيحة وفي النهاية أن يميز بين المكعب ومتواز المستطيلات من حيث عدد الأوجه والأحرف والرؤوس قبل أن نبدأ بالدارس تعالوا نلعب هذه اللعبة ونحزر سويا لدينا ثلاثة كلمات وهي مخروط، كروي، أسطوانة وهي أسماء مجسمات وأيضا يوجد يا أبطال ثلاثة سناديق بداخل كل صندوق صورة وهذه الصورة نريد أن نكتشف اسم المجسم المناسب لها انظروا يا أبطال إلى هذه السناديق جيدا سأقوم بفتحها انظروا سريعا الآن يا أبطال بعد النظر إلى هذه الصور أي من هذه الصناديق يحتوي على شكل مخروط؟ أحسنتم إنه الصندوق الأول على شكل البوضة البوضة هو مجسم على شكل مخروط أما بالنسبة للإصطوانة أحسنتم إنه في الصندوق الثالث يختبئ أما بالنسبة إلى المجسم القروي رائعون إنهم في الصندوق الثاني على شكل قرى الآن يا أبطال انظروا إلى هاتين أو هاتين الشكلين إنهم مجسم نلاحظ يا أبطال أننا نشاهد مجسم نريد يا أبطال أن نسمي كلام من المجسمات الآتية أو كل من المجسمات الآتية انظروا جيدا إلى الصورة الأولى ما اسم هذا المجسم؟ أبدع توم إنه مكعب وما اسم هذا المجسم؟ رائعون إنه متوازل مستطيلات الآن يا أبطال كم عدد المجسمات في الصورة؟ أحسنتم إنه اثنان ما ضعف العدد اثنان؟ رائعون إنه العدد أربعة وما نصف العدد أربعة؟ أحسنتم بارك الله فيكم إنه العدد اثنان الآن يا أبطال تعرفنا في الحصاص السابقة بأن المجسم هو شكل هندسي ثلاثي الأبعاد له طول وعرض وارتفاع وقد تعرفنا في الحصاص السابقة بأن الوجه هو السطح المستوي للجسم أو للمجسم انظروا إلى هذا المجسم يا أبطال إنه أحسنتم مكعب لكن سؤالي يا أبطال ما شكل وجه المكعب؟ انظروا إلى هذه الصورة أحسنتم نلاحظ بأن شكل الوجه هو مربع حسنا انظروا إلى هذا المتواز المستطيلات انظروا إلى هذا المجسم جيدا ما شكل الوجه؟ أبدعتم إنه مستطيل رائعون إذن المكعب شكل الوجه مربع أما متواز المستطيلات شكل الوجه مستطيل وتعرفنا أيضا يا أبطال بأن الحرف أو الحرف هو خط يتلاقى وجهاني عنده لاحظوا أن هذا هو خط وخط يتلاقى وجهاني عنده كما أنتم تلاحظون هذه الخطوط الملونة بالألوان الجميلة وقد قصدنا يا أبطال بالوجه هو السطح المستوي للجسم فهذا الشكل هذا الجزء يعبر عن وجه وأيضا هذا الجزء يعبر عن وجه وهذا الجزء أيضا يعبر عن وجه ونلاحظ يا أبطال بأن عدد الأحرف هو 12 حرفا وعدد الأوجه للمكعب أحسن توم إنه 6 أما يا أبطال بالنسبة للرأس هو نقطة التقاء ثلاثة أحرفا فأكثر انظروا يا أبطال جيدا إلى هذه النقاط هذه النقاط تسمى نقطة التقاء الرأس الآن يا أبطال لنملأ هذا الجدول لكل من المجسمات الآتية افتحوا الكتاب صفحة 71 أولا انظروا إلى الشكل الأول ما اسم المجسم؟ ما اسم هذا المجسم؟ أبدعتم إنه مكعب كم عدد الرؤوس؟ رائعون ثمانية رؤوس وكم عدد الأحرف؟ رائعون اثنى عشر وكم عدد الأوجه؟ أبدعتم إنها 6 أما بالنسبة لشكل الوجه رائعون إنه مربع لننتقل إلى المجسم الثاني ما اسم هذا المجسم؟ رائعون إنه متوازل مستطيلات ولكن كم عدد الرؤوس؟ أبدعتم إنها ثمانية رؤوس وكم عدد الأحرف؟ أبدعتم إنها اثنى عشر أما بالنسبة إلى عدد الأوجه؟ أحسنتم إنها 6 أما بالنسبة إلى شكل الوجه؟ أحسنتم رائعون وأنتم مبيعون دوما إن شكل الوجه هو مستطيل الآن يا أبطال لنحذر سويا أية من هذه الأشكال تعبر عن مجسم مكعب؟ أحسنتم إنه حجر النرد وأيضا مكعب الثلج وأية من هذه الأشكال تعبر عن متوازل مستطيلات؟ أبدعتم إنه هذا الصندوق يعبر عن متوازل مستطيلات وهذا الكتاب أيضا شكل الوجه مستطيل ويعبر عن مجسم أحسنتم متوازل مستطيلات وأيضا يا أبطال الصورة الأخيرة وهي صورة اللعبة الليغو الآن لنفكر سويا يا أبطال ما العلاقة بين متوازل مستطيلات والمكعب؟ تحدثنا قبل قليل الفرق بين متوازل مستطيلات والمكعب من حيث عدد الأحرف والرؤوس وشكل الوجه ما الفرق بينهما وما العلاقة؟ أحسنتم أنهما متساويا في الرؤوس والأحرف وعدد الأوجه لكنهم يختلفان بشكل الوجه الآن أحدد اسم كل من المجسمين الآتيين أولا مجسم أوجهه جميعها مربعات من هو هذا المجسم؟ أسمعوني رائعون أبدأتم إنه المكعب أحسنتم ولكن من هو المجسم؟ أوجهه جميعها مستطيلات رائعون يا أبطال أنتم دائما مبدعون دوما إنه متوازل مستطيلات الآن يا أبطال افتحوا الكتاب صفحة 72 تمرين رقم واحد هو واجب عليكم أما بالنسبة إلى التمرين رقم اثنان أنظروا إلى المجسمات الآتية وأحوطوا شكل الوجه لكل منها أنظروا إلى المجسم متوازل مستطيلات ما شكل الوجه؟ أحسنتم إنه مستطيل أما بالنسبة إلى شكل المجسم المكعب شكل الوجه أحسنتم إنه مرددد رائعون يا أبطال السؤال الثالث قد قمنا بحله قبل قليل يا أبطال أتمنى أن تقوموا بنقل الإجابات الصحيحة على الكتاب بخط مرتب وجميل وفي النهاية يا أبطال السؤال الرابع أذكر من البيئة المحيطة بي أجساما على شكل مكعب ومتوازل مستطيلات وذلك من خلال عمل فيديو مع ذكر اسم المجسم وعدد الرؤوس وعدد الأحرف وعدد الأوجه وشكل الوجه وإرساله إلى معلمتكم أتمنى أن تكون الحصة قد نالت إعجابكم مع السلامة يا أبطال اشتركوا في القناة